طيب جيت خلصت شوبر الإداري وعرفت القرارات انا بمسك القرار ارجع ازاي زي ما قلت لحضرتها اولا الدايرة ايه الدايرة اللي انا ديب منها القضية دايرة واحد مدني واحد مدني دي تبقى واحد مدني كل يعني واحد مدني كل جنوب القاهرة طب ما هو ممكن تبقى جزء يبقى انا عاوز دايرة واحد صح التوقيع او دايرة واحد مدني جزء يبقى انا لازم اكون محددها طيب رقم القضية والسنة اللي فيها القضية ترفع رقم القضية بالسنة سبعتاشر الف وامتين لسنة الفين وتسعتاشر بعد كده تاريخ الجلسة مثلا يوم ورقم يوم وهو مثلا يوم الاثنين يوم التلات يوم الاربع رقم تاريخ الجلسة اللي هو خمسة وعشرين من الشهر او تلاتة وعشرين او خمستاشر من الشهر رقم كزا شهر خمسة شهر تلاتة ليه دا مهم لان لو مثلا انا رايح اجيب قرار من دايرة صح التوقيع الخميس انا لو دخلت يوم الخميس السكرتير في الجلسة ومعاه الاجندة بتاعته فانا مش هقدر اجيب القرار يبقى انا لازم لو هو يوم خميس يبقى انا لازم اروح يوم اتنين ما اقدرش هتعامل معاه في نفس اليوم في بعض الدواين بتحدد ايام معينة للتعامل يعني مثلا سكرتير الجلسة بيشتغل يوم سبت وممكن يكون مسك دايرة تانية بيشتغلها يوم حد فانا مش هقدر اتعامل معاه لا سبت ولا حد يوم اللي اتنين بيبقى راحا او يوم اللي اربع راحا يبقى انا لازم اتجنب سبت وحده اربع هو مقسم شغله ما بين يوم اللي اتنين في استخراج الاحكام ويوم الثلاث في اللي عاوز الاجندة والقرارات يبقى انا بحدد اللي انا عاوزه هو انا عاوز منه صورة رسمية من حكم واسحب العقد واخد الحافظة ولا انا عاوز اشوف قرار في الاجندة يبقى انا بقى بحدد اذا كنت عايز ده هجيلي يوم اللي اتنين اذا كنت عايز قرار هجيلي يوم الثلاثين دي اساسيات لان دي لو فاتت حضرتك هتتعب نفسك جدا في المحكمة اساس يعني قاعدة كده رئيسية في عمل حضرتك في المحكمة هي انك تشغل مخك ترايح جسمك ليه لانك ممكن يفوتك امور تفضل تدور في المحكمة كلها على معلومة وتكتشف انها مش موجودة في المحكمة زي مثلا بعض المحاكم زي محكمة شمال القاهرة محكمة السودان الجيزة بعض المحاكم بيبقى فيها مأموريات استيناف عالي انا ببقى عايز اروح اجيب قرار من الاستيناف العالي فانا مثلا لو مش عارف السنة القضائية ممكن اطلق بقى هل القضية دي في ضرب قضاء العالكة في محكمة استيناف القاهرة ولا في معمورية شمال دي هتلف في حضرتك المحكمة كلها وتكتشف ان المعلومة مش موجودة في المحكمة عام وبالتالي هتضطر انك ترجع تاني المكتب تقولهم انا معرفتش فدي كارسي فدي من النقط اللي لازم حضرتك تتجنبها حتى استخراجك للقرار وانا بستخرج القرار بتاعي من اجندة المكتب من قبلها قبل منزل المحكمة وانا بستخرج القرار انا بطلع من الاجندة تاريخ الجلسة باليوم بالرقم بالجلسة السابقة للتأكيد اهم بقى جزئية في كل دول وهي القرار حضرتك رايح تجيب قرار ايه هل قرار عادي ولا حكم تفرق اه تفرق طب تفرق في ايه الحكم بيبقى ليه رول في الاجندة اسمه رول احكام اما القرار الاداري بينزل في رول اسمه رول المرافعة في بعض القضايا زي قضايا الجنح الرول فيها بيبقى متقسم لاربع او خمس انواع بتفتح حضرتك جلسة ستة وعشرين تسعة فلما فرحت الجلسة مثلا في ستة وعشرين تسعة اول حاجة في رول مثلا جنح القضايا الجديدة القضايا الجديدة اللي لسه اول مرة تفعلت اول مثلا خمسين قضايا تاني جزئية هتلاقي السكرتير عاملها بالقلم الاحمر القضايا جديدة متدولة خمسين ستين قضايا تالت جزئية القضايا متدولة ومؤجلة للتقرير رابع جزئية قضايا محبيس يبقى حضرتك قضيتك فين هتجيب الرول كله من رول واحد لرول سبعمية عشان تدور على قضيتك يبقى انا لو رايح معايا المعلومة من المكتب من ملف القضية هو انا مستني التقرير ولا عاوز الحكم ولا عاوز اجيب التأجيلة الاداري مثلا او عايز اعرف القرار ايه حضرتك عاوز ايه دي النقطة وبعدين فيه برضو جزئية على سيرة الجنح والمدني ان الجنح روله كله على بعض فسواء احكام او مرافع روله كله على بعض بالجلسة المدني لا المدني رول المرافع لوحده ورول الاحكام لوحده يبقى لازم تفرق وانت ماسك الاجنده بين رول الاحكام ورول المرافع طيب اخر بقى حاجة هتوصل لها كل ده انا بتكلم عشان تجيب قرار عشان بس الاساد زي الشباب اللي بيستهون بالمعلومة او ينزل يقول دي ايه تعجلت لسبعة وعشرين حدو عشر كل ده عشان تجيب قرار عشان تجيب قرار قضية بس طرف قد ايه اهميتها اهمية المعلومة للمحامي المحامي معلومات المعلومة بالنسباله هي مفتاح القضية طول ما انا معايا المعلومة صح طول ما انا اعرف اجيب شغال في قضيتي او اعرف اجيب فيها نتيجة اوصل فيها الحل اجي الجزئية الاهم بقى فحضرتك بتجيب القرار وهو القرار نفسه انا قضيتي جلستها ستة وعشرين تسعة هافترض ان ستة وعشرين تسعة ده يوم خميس فجيت انها تأجلت في تلاتاشر عشر طيب تلاتاشر عشر ده هل كان موافق اليوم خميس ولا موافق اليوم تاني تلات او اربع انا هنا لي واقف لازم ارجع للمكتب ابلغه قبل ما امشي من المحكمة لسبب ايه؟ السبب الاول اما ان حضرتك جبت القرار غلط دي اول حاجة هتقلق انا حضرتك جبت القرار غلط قضيتنا يوم خميس بتتأجل يوم خميس طالما دايرة جزئي او ابتدائي لكن لو كانت استقناف عالي كان عادي لان الاستقناف العالي بيشتغل اسبوع كامل لكن الجزئي والابتدائي بيشتغل بليوم لكن مثلا لو قفت على جزئية معلومة مهمة من السكيرتير سكيرتير جنح ان رقم القضية اخره رقم فردي تلاتة او زوج اربعة الاختصاص الرقمي ليوم الاربع اتغير من فردي لزوجي فحولك اليوم التلاتة فالقضية اخدت احالة دي في حد ذاتها معلومة جوهرية قد لا تتصور مدى اهميتها ليه؟ لان حتلزم حضرتك في انك تعمل اعلان بالتأجيل او بتعديل الاختصاص من يوم كذا اليوم كذا او بالتأجيل الاداري علشان تعرف الخصم اللي حضرتك مطلوب انك تاخد حكمك عليه طيب جبت اليوم وتأكدت من تاريخه ايه بقى برضو هو القرار انا كل ده لسه ما وصلتش معاك للقرار نفسه اللي هو بقى مكتوب هي القضية دي متأجلة للتقرير للحكم لحضور المتهم لاستدعاء شاهد لاستجواب المدعي او المدعي عليه اللي سمع شهادة شهود لاحالتها للخبرة ده بقى القرار لازم حضرتك تبقى مفصله تفصيل كامل لو حضرتك ما عرفتش ايه هو القرار يبقى التاريخي اللي حضرتك جبتوا لي مالوش لازم انا لو ما قدرتش اوصل ما بين القرار بتاعي تأجل من جالسة كذا لجالسة كذا خلاص دي تواريخ وتأكدت من اليوم وتأكدت من اليوم صحيح وان الدايرة صح وان القضية نزلة في نفس الرون ونزلة في نفس الجالسة طب متأجلة بقى لايه اتحجزت للحكم طب انا رايح اجيب الحكم الحكم كان ايه لازم دي بقى تفصيلة تفصيلة جوهرية الحكم نفسه كان ايه حكمة المحكمة مثلا بعدم قبول او برفض او بقبول وإلغة وتعديل في جزئيات بتبقى في القضايا انا محتاج اوصل لمضمونها يعني انا مثلا عامل طلب تدخل هل اتقبل ولا اترفق انا مثلا عامل طلب لاستخراج شهادة من جهة رسمية فبطلب التصريح هل المحكمة مكنتني من التصريح ولا انا حاضر في دعوة فيها دعوة اصلية ودعوة فرعية وشطبت الدعوة الفرعية وحجازة الاصلية للحكم هاي المحكمة شطبتها ولا لا هتمكن المدعي في الدعوة الفرعية من تجديد دعوة الفرعية بتاعته للشطب ولا لا دي جزئيات تفاصيل في القضايا ممكن تبقى متسددة في عجندة السكرتير وممكن تضطر حضرتك انك تطلب من الاستاذ السكرتير الجلسة كاتب الجلسة انه يستخرج لك صورة محضر الجلسة اللي صدر فيها القرار علشان تقرأ مسودة القرار كاملة بخط رئيس المحكمة ده اساس ليه؟ لان ده اللي هيعرف قدرتك ايه النتيجة اللي القضية وصلت لها في بعض القضايا انا بلجأ ان انا اسأل بس عليها يعني انا عايزة اتباحها مثلا قضية ما حضرتهاش واتفقت مثلا على اتصاله مع الفصوم فانا تركتها للشضب شضب القضية ليه مدة قانونية هي مدة ستين يوم من تاريخ جلسة الشضب انا احيانا بلجأ اني بسأل بعد المدة دي هل تم تجديد القضية من الشضب ولا لا طب ليه انا بسأل بعد مش قبل لان بعد ينهي الخصوم قبل يعيد الخصوم تا قضية شطبت الشطب مدته ستين يوم اذا تم التجديد والاعلان خلال الستين يوم يبقى الخصم اللي انا اتفاكم معاه على التصالح طلب انه يعيد الخصومة تا يبقى كده ما فيش تصالح اما اذا عدى الستين يوم يبقى الخصومة قانونا انقضت بيني وبينه يبقى انتهت القضية وانتهى النزاع في هذه القضية فانا كده استقر الوضع عندي في القضية دي نهايتها فيه دي بعض الامور المهمة فيه اضايا بتمقى مثلا عائدة من النقط يجب ان تعجل انا بسأل عليها بعد ست شهور من تاريخ عادتها طب ليه بعد ست شهور لان بعد ست شهور اذا لم تعجل بعجلها انا وباخد انقضاء خصومة وبقايد الحكم الصدر في الاستيناف لصالحه ويبقى بالتالي حكم احكمة الناضي انتهى لان اللي صدر لصالحه معجلهوش يبقى دي فنيات في قانون المرافعات علشان انا ليه بقولها علشان بعض الناس تقولك اصلا انا اللي درسته في الكلية حاجة واللي في الشغل ده حاجة تانية ما اقول لحضرتك درسته نظري ده لو ما فهمتوش لن تستطيع في تطبيق عامل جزئيات وسقطات قانونية هتقع من حضرتك هتكون في غاية الاهمية لو انت بتدور في قضية ده غير فنيات كتير يعني مثلا في قضية احنا لو براجع فيها براجع فيها عقل ممكن يروح استخرج منه صورة رسمية هراجع تاريخه هراجع تاريخ حكم مكان اصداره الجهة اللي اصدرته الدايرة مش ممكن يطلع مزور مش ممكن يطلع مدلس علي لازم اتأكد من صحة البيانات لازم اتأكد اذا كان الموكل بتاعي ده دخل خصم فعلا في القضية ولا لا ممكن يكون تم ادخال مجموعة من الاشخاص في القضية لأي غرض لأي غرض أو لأي هدف دي قضية بتحصل أو بلار لأي هدف فنلازم اقف على حقيقة تدخل خصم أو صفته في القضية ايه علشان قدام لما تيجي حضرتك تنقل الصورة للمكتب ويجي المكتب ياخد الكلام ده ويحطه في ملف القضية ويطبقه التسلسل القضية اذا كان القرار اللي حضرتك جايبه غلط لن يتوافق مع تسلسل القضية نهائي سوف يتشكك في صحيته اما لو فرضا انه اخذ ومجازا قبل وافترضنا صحته وعملنا على اساسه هنفاجأ بصورة مغايرة من المحكمة انتو كان مطلوب منكم تصريح ومنفستهوش كان مفرض عليكم اعلان وما عملتهوش كان لكم احقية في الطلاب وما قدمتهاش ابسط الامور الفنية حتى مثلا حضرتك لو جيت حضرتك في جلسة لازم تذكر اهم التفاصيل اللي حصلت فيها انا حضرت ومحامي الخصم حضرت انا قدمت مذكرة او هو قدم مذكرة هل حضرتك خدت نسخة من مذكرة للمحامي الخصم اقدمها او لا دي جزئية مهمة لازم ما تفوتش عن المحامي طالما هو رايح يقدر الجلسة ولازم توجيه من المجد ودي نقطة برضو من نقطة الاسف بيعانيها كتير من الشباب اللي لسه تحت تدمير ان ما بيتمش توجيه من المكتب اللي هو خارج منه ورايح المحكمة ما بيتمش توجيه بالذات لو كان لسه حديث العهد خالص ودول انا بوجه لهم الرسالة لو لسه في بداية خالص العمل اذا كنت حضرتك غير موجه من المكتب إلجأ لأقرب شخص سواء محامي قديم في المكتب او اقرب واحد ممكن تشوفه حضرتك في المحكمة من الأساتزة اللي موجودين يحاول يوجه حضرتك للنقطة اللي غايبة عنك على الأقل انك تكتسب المعلومة لشخصك ترجمة نانسي قنقر